مجاهدين الأعزاء يعتبر التعليم أحد أهم العوامل التي تؤثر على تطور وتقدم المجتمعات فعملية التعليم تهدف إلى نقل المعرفة والمهارات والقيام من جيل إلى جيل وأيضا لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة يسعني نرحب بالدكتور حسين علي علي مشرف مكتب ريادة الأعمال والابتكار وعضو هيئة التدريس في قسم الإدارة والتسويق كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت حياك يلو يانا دكتور الله يحييكم مشكورين بالأول على الاستضاعفة مساكم الله بالخير ومسي على مشاهدينكم بالخير يا هلا ومرحبا فيك دكتور أكيد منورنا بمساء الخير يا كويت وتلفزيون دولة الكويت لكن كون حضرتك مشرف مكتب ريادة الأعمال والابتكار في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت إذا يعني ممكن تأرف لنا إحنا وأستاذ المشاهدين عن المكتب نعرف جي ناخذ فكرة عن المكتب وعن دوره بالنسبة للطلبة إن شاء الله مكتب ريادة الأعمال والابتكارة الله يسلمكم وهو حديث النشي مصر لوائد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت إحنا دائما عندنا كلمة نرددها بالجامعة نقول لنا الإدارية غير نعم فحبينا نطلع بفكرة أن من خلالها المكتب أقصد نقدر نقدم حق الطالب بشكل عام طلبتنا بشكل عام الجو المتكامل نعم عشان يقدر يبتكر وعشان يقدر كذلك ينشئ مشروع صغير أو تنشئ مشروع صغير وتدخل بيئة العمل باستعدادها الكامل نعم فالإيكوسستم الكامل هذا أو المتكامل إن شاء الله نقدر نخلقه بالنجاح ونقدر نوفر حق الطلبة اللي عندنا في الجامعة الكويت وكلية علوم إدارية كل اللي هما يحتاجونه ونقصوا ونقصوا وما شاء الله أنتم قاعدت هيئون نحن نقول جيد المستقبل في مجال ريادة الأعمال كونك حضرتك أنت مشرف مكتب ريادة الأعمال والابتكار نتكلم عن جدول أعمالكم بشكل تفصيلي أكثر هذا فيما يخص موضوع الطلبة شنو أنتم وعضوك أعضائك هيئة تدريس في هذا المكتب الله يسلمك الأشياء اللي نحن ناوينا أن نسويها من خلال المكتب عشان نقدمها حق الطلبة مثل ما قلت لكم نحن نبي نعطي للطالب جو متكامل نعم لأن شغلنا نحن ريادة أعمال وإدارة أعمال والأمور هذه فنعرف من وين ندش فالمهم في ثلاث محاول رئيسية قاعد نضرب عليها عشان نخلق هذا الجو اللي أهوه هو الموتوفيشن الحافز الحافز لازم يكون في حافز ما في حافز الشوم يدش هذا كأنه واحد يقول لك أنا بيدش النادي بس ما لي خلق أو بيبلش الرجيم بس ما لي خلق فالحافز هو الرقم الأول بالنسبة لنا الشغلة الثانية أننا نقدم لكل المهارات المهارات اللي هو يحتاجها أو اللي هي تحتاجها عشان تقدر تنشئ الشركة أو تفكر حتى وتبدأ وتفتكر النقطة الثالثة والأخيرة أو المحور الثالثة والأخيرة اللي هو الموارد الموارد والمصادر اللي عندك عليك نور لا بد أن الواحد عشان عنده فكرة وعنده حافز بس ما عنده موارد وشون بيبلل الشغل فإحنا قاعد نحاول أن نخلق البيئة هذه كلها متكاملة حق الطلبة وإن شاء الله نكون قادرين إن شاء الله طيب دكتور إحنا سمعنا أن هناك ملتقة أول لريادة الأعمال والابتكار إذا تقدر تشرح لنا أو لسادة المشاهدين أو أول شيء تعطينا فكرة عن الملتقة وشون يقدر هذا الملتقة يوفر الدعم مثلاً والموتيفيشن مثل ما ذكرت وغيرها للطالب من خلال الملتقة إن شاء الله عشان أوصل حق هذا أعرف سادة المشاهدين وأقول لكم بعد على بعض المبادرات المهمة اللي عندنا من خلال المكتب اللي أحدها الملتقة اللي احتقيت تكرمتي وقلتي عنها بالكلية من المكتب من خلال المكتب إحنا قلنا أن فيه أشياء رئيسية لازم نسويها فشغلة من الشغلات اللي فكرنا فيها اللي هي المسابقات مسابقة أن الطالب إذا ديش ممكن أنه هو إذا فاز قاعد نحاول أن نرتبها مع جهات حكومية معروفة في دعم المشاريع الصغيرة والشباب والمتوسطة بعد بالضبط إن شاء الله نقدر نوصل لهم معرفة كرساميهم لأن الآن ما خلصنا الغاية إذا فاز ممكن أن نوفر للقدرة أنه يدش على طول في موضوع التمويل وأنه يأخذ أكسس على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية هذه فهذه فكرة من الأفكار شغلات ثانية أننا ممكن نعطيهم برش عمل وغيرها عندنا كذلك فكرة لدعم الطلبة التي هي المشاريع الصغيرة من خلال مول يعرضون من خلال الطلبة إذا كان عندهم مشروع قائم نوصل حق الملتقى طولت أنا الملتقى هو أحد البادرات أو أحد الأشياء التي نسويها من خلال المكتب اسمه الملتقى الأول لريادة العمال والابتكار الغاية من الملتقى هذا كل الجهات التي لها علاقة في ريادة العمال وفي الابتكار دعيناهم وقلناهم هياكم عندنا من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص فإذا أنا كطالب أقول أنا أنشأ مشروع خاص ما نعرف ما الفرق بين المؤسسة والشركة ونظام التقديم وزارة التجارة موجودة غرفة التجارة والصناعة ما دورها موجودين ويقولون لهم الصندوق الدعم مشاريع الصغيرة المتوسطة موجودين بالملتقى كله بالملتقى موجودين مركز صباح الأحمد الموهبة والابتكار موجودين جميل من القطاع الخاص كذلك يبنى قطاعات خاصة مختلفة ما رح أذكر أسامي المهتمة في الأمور لكن فرضا سنقول أن أنا الآن بطلت الشركة سويت كل الأشياء الحكومية التي أنا لازم أسويها أبي أسطول يوصل أنا ما عندي طريقة توصيل شركات توصيل موجودة أبي أسوي شركات لتقديم الـ IT والدعم هذا موجود عمالة شركات دعم التوظيف موجودة فقعد نحاول أن نحن نوفر كل الجهات التي لها علاقة والتي تستطيع تساعد طلبتنا في الابتكار وإنشاء مشاريعهم الصغيرة إذن ما شاء الله هذه الجهات الحكومية المتنوعة والجهات القطاع الخاصة المختلفة التي تهتم في موضوع ريادة الأعمال الطالب سيستفيد من الموضوع من الملتقى بشكل كامل يقدر حتى يأسس مشروع من الألف إلى الياء كونه أنه يتواصل وأنه يشارك هذه الجهات المختلفة الموجودة لكن كونكم أنتم أعضاء التدريس شو أنتم تثقفون أنه يعرف شو أن يروح في الطريق الصحيح لما يتعامل مع هذه الجهات المختلفة حكم طبيعة الكلية تختص في أمور التجارية في علوم إدارية فعندنا طلبة الأكاونتين الفاينانس الإيكانوميكس المانجمنت التسويق فكل هم يحتاجون الطلبة موجود جدامهم في ناس نحن نشوفهم من أهلنا وجماعتنا وربعنا الكويت كلها الكبر صح فكلهم يقولون دكتور نحن نبندش ولكن نحن عارفين الأمور الإدارية كيف نسوق كيف نحط الخطة الطلبة عندهم لكن لأنهم لليل حين لا يسوق العمل لا يعرفون أنهم يحتاجون ما بالضبط فعشان نكمل المعلومات العامة عندهم في معلومات أدق وهذا يكون من خلال دور مكتب ريالة الأعمال والابتكار في كلية العلوم الإدارية وإن شاء الله نقدر نوصل حق هذا الموضوع ونعطي هنبعد الجو المتكامل من خلال الملتقى اللي نحن ناوي نسوي اللي هو الملتقى اللي قلناه ريالة الأعمال والابتكار الأول إن شاء الله طبعا دكتور حضرتك ذكرت لنا الجهات المشاركة بذن الله بالملتقى ذكرتهم قبل شوي صحيح مع التحفظ على بعض الأسماء المهم نبين عارف متى رح يكون الملتقى وين رح يكون الملتقى وهل بإذن الله يعني إن شاء الله أكيد رح ينجح لأن أنتو دكاترة الكويت ما ينخاف عليكم دكاترة جامعة الكويت أكيد فإن شاء الله رح يكون سنوي هذا الملتقى علشان أيضا كل الطلبة اللي يتخرجون يستفيدون نعم هو أول سؤال الملتقى إن شاء الله رح يكون في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت في الجدادية رح يكون الأسبوع القادم أثنين لغاية يوم الأربعة سيكون في بهو كلية العلوم الإدارية إن شاء الله فهذا عن المكان والوقت والتاريخ بالنسبة إذا كان هو راح يكون ملتقى سنوي نعم فيه النية إن شاء الله لكن مثل ما أنتم عارفين دائما البدايات تكون صعبة ونكتشف تحديات كثيرة فهذا بحكم أنه هو أول ملتقى نحن نسويه أمانة نطمع أنها انكبره ونعطي سمعته لأننا في الكلية عندنا وائد أشياء لها سمعة قوية لكن لها سنين كانت هي قاعدة تمارس في الكليات عندنا في جامعة الكويت فإن شاء الله هذا يكون أحد الملتقيات أو أحد الأفنتات نقول انطلاقة إن شاء الله ستكون باستمرار وإن شاء الله ستكون كلية علوم الإدارية معروفة فيه معروفة فيه ويكون رائد في دولة الكويت يكون معروفة حتى من أكثر جيات تشاركهم حتى جيات مختلفة تكون أكثر في الملتقيات المقبلة إذن هذا الملتقي خاص بس حق الطلبة يعني أدري أن الجهات الموجودة تفيد أي شخص مهتم في مجال ريادة العمال هل هو مقتصر بس حق الطلبة أو حق أي شخص مهتم في مجال ريادة العمال نحن بالأول والأخير جامعة حكومية وبالأول نصب احتمامنا دائما على طلبتنا لكن نظل إحنا نحب الكويت وما أحد يعني ما ودى أن الكويت تكبر وتوصل إحنا من عمر نشوف أن الكويت دائما تحتاج أنها يكون لها مصادر دخل ثاني بس عشان لا ندش في مواضيع أخرى فإحنا نشوف دائما أن الفايدة لازم أنها تنعم يعني تصير على العامة الشعب فما رح نسكر البيبان قدام أي أحد الغاية الرئيسية هم الطلبة بس أي أحد ثاني يود أن يدش ويسأل ويشوف حياها الله في أي وقت بالعكس بيبان نبطلها للكل طيب السؤال الذي يطرح نفسه هل في طلب ومشاركين في الملتقة كشركات؟ نعم الملتقة الأول لريادة العمال والابتكار مثل ما رأسهم يقول قلت لكم أن هناك شركات والجهات الحكومية المشاركة لكن في نفس الوقت حبينا أن نحن نحط نسلط الضوء على الطلبة اللي فعلا يحبين الشغل وقاعد يشتغلون فقلنا أن الملتقة هذا يكتمل أكثر لو يكون في طلبة عندهم مشاريع قائمة يكونوا المشاركين معنا فخلينا جناح عندنا في البهو من خلال الملتقة هذا خصصناه فقط لطلبة وطالبات الكلية أو جامعة الكويت فتواصلنا مع الطلبة هذه اللي عندهم الشركات القائمة وقلنا لهم حياكم الله في الملتقة منها أنكم تشوفون الجهات وتكلمونهم وتأخذون المعلومات اللي تحتاجونها ومنها أنتم كذلك تعرضون المنتجات والخدمات اللي عندكم بالشركة دكتور تحدثنا تحت الهوة عرفنا أن هذا الملتقة أغلبية فريق العمل من الطلبة هل أنتم تعمدتم حضرتكم من أن تدخلون أغلبية الطلبة؟ معنا معروف بالملتقيات يكون لجانا تنظيمية يكون من عضاء هيئة التدريس ومن الشخصيات المهتمة أيضا الطلبة لماذا فكرتوا أغلبية يكون من الطلبة؟ قاعد تصيد علي سؤالة من تحت الهوة لا أكس هذا ما شاء الله الحديثة طبعا نشكر فريق العمل نشكر طبعا جهودكم واهتمامكم دائما تعطونا هذه المعلومات عزيزي الله يسلمك نعم نحن مثل ما قلت بالبداية نحن نقول دائما الإدارية غير فدايما نحب أن الطالب يكون جزء من عملنا حتى لو كان شغل الإداري لأننا شغلنا هذا فقلنا أن نخلي مجموعة من الطلبة نكون فريق عمل مكون من الطلبة طبعا ما في شيء يكون من غير مقابل ويكون في مقابل جدام مجهودهم إن شاء الله لكن فريق العمل هذا المكون من الطلبة يساعدنا في إعداد كامل الفعاليات وهذا فعلا شيء يفيدهم حق السيفي حق المستقبل يعني نحسب لهم بالجامعة كتدريب أيضا خصوصا أن أنت ريادة أعمال صحيح فتستل يعني مختص في الإدارة وفي الأعمال وفي غيرها من الأمور طيب دكتور إحنا صراحة للأمانة شرفنا بوجودك شرف لنا وشكرا على توضيح أهمية المكتب وعلى توضيح النقاط المهمة بما يخص الخدمات يعني اللي يتقدمونها للطلبة وأيضا الملتقة اللي صلتنا علي شرفتنا ونورتنا وياهلا ومرحبا فيك وانتمنى لكم التوفيق في الملتقة وإن شاء الله سيكون لنا وجود إن شاء الله إزاكم الله خير وحياكم الله بأي وقت والمكان ومكانكم الله يحييك وسلم وشكرا لك على وجودك معنا مشاهدين اللي كانوا نتقل معاكم إلى موضوع مختلف تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أقام المؤتمر الدولي 26 لأمراض النساء والتوليد بمشاركة مع قسم النساء وولادة في مستشفى الجهراء ورش عمل في المؤتمر زميلة ورود نعم عبد العزيز يعد المؤتمر أضخم حدث علمي وتدريبي في هذا المجال بحضور ومشاركة كبيرة من الخبراء المتخصصين حيث شارك فيها العديد من الدول العربية والأجنبية والخليجية